طيب دكتور ذكرت أن هذه الحالات تكثر أكثر عند المجتمع الذكوري اللي هما يعنفون زوجاتهم نعم نقدر نقول أنه كل رجل يضرب المرأة رح يضرب أيضا ممكن أنه يضرب أطفاله أو الكبار بستن أو يكون عنيف بكل أساليبه بالحياة ولا هي ممكن أنه تغتصب يعني بس مثلا ضرب الزوجة أو ضرب الطفل نعم ولهذا أنا ركزت على أنه أشرح شنو معنى هذا السلوك معنى هذا السلوك الشخص هو ما عنده ثقة بنفسه الشخص الواثق من نفسه الصوته ما يرتفع بإمكانه أنه يحل الإشكالية بكل هدوء فأولا مشكلة عند هذا الشخص ثقة ما عنده داخلية self confidence ما موجودة والجانب الثاني فاقد السيطرة بمعنى عنده مشاكل في العمل المدير مالته يومية داي يعني داي سبب له وما يقدر يرود على المدير لأنه رح يفقد شغله فيتحول الضغط وإذا يأتي يتحول على البيت يشمر الأكل أو يضرب الطفل أو فالإشكالية أصل السلوك هو عندي الشخص فبالنتيجة جاوبا على سؤال حضرتك بغض النظر ممكن رح يغلط على الزوجة على الطفل على أي شخص رح يحاول يظهر القوة أو يظهر أنه السيطرة على اللي هو فاقدها في مكان آخر